فالقدس كانت ولا تزال وستبقى بإذن الله قلب البشرية النابض ومعيال العدل والحق فيها وما هو أفئدة المؤمنين بالله تعالى لا يناصرها إلا الشرفاء آمن بقضيته وشابه آباه فما ظلم فبالنسبة لفلسطين والفلسطينيين فالشيخ الأحمر في ميدان الإسناد والدعم علم وفلسطين والشيخ الأحمر تنائية انصرفت في حياة الشيخ عبد الله الأحمر نحو اسمه بلا منازع ليارث الشيخ حميد الأحمر عن أبيه ريادته وتصدره للدفاع عن فلسطين والوقوف مع مظلومية الشعب الفلسطيني انطلاقا من الواجب الديني والقومي والإنساني حضر الشيخ حميد الأحمر في قلب القضية الحاضرة في قلوب المسلمين كحال جميع اليمنيين وأسهم من واقعه وموقعه في نصرة الأقصى وغزة وفلسطين فرأس مؤسسة القدس الدولية منذ سنين وترأس رابطة برلمانيون لأجل القدس التي عقدت باستنبول في إبريل الماضي مؤتمرها البرلماني الخامس بمشاركة رئيس تركيا ورئيس برلمانها وأكثر من سبعمائة برلماني من ثمانين دولة حول العالم جمعهم الانتصار لحقوق الفلسطينيين معطيات لم يكن الشيخ حميد الأحمر في ضوئها أن يكون إلا حيث يكون الفلسطينيون وذلك موقع وواقع يمكن من خلاله قراءة المبررات الصهيونية لقرار وزارة الخزنة الأمريكية بوضع اسم الشيخ حميد الأحمر على قائمة العقوبات وإن كانت حيثيات القرار الأمريكي ستبقى شهادة تكريم ووسام فخر للشيخ الأحمر من وجهة نظر جميع أحرار العالم وفي مقدمتهم الشعبين الفلسطيني واليمني فوفقا للخزانة الأمريكية فإن الأحمر أحد أبرز الدائمين الدوليين لحركة حماس وعضو رئيسي في محفظة حماس الاستثمارية ورئيس مؤسسة القدس الدولية وقدمت دعم المالي والتكنولوجي لحماس مبررات قاموس صهيوني توالت معها تساؤلات غالبية الشعب اليمني لهذه الأسباب والمبررات تمت السيطرة على شركات الأحمر في اليمن من قبل الحوثيين ويتم التضييق على ما تبقى من شركاته من قبل الأمريكيين وما سر التخادم بين الفريقين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر